اشتركوا في القناة وإيه المطلوب مني فيها وإيه المفروض اللي أنا أعمله تعال كده عندنا تدريبات كتير هنتمرن كده واحدة واحدة مع بعض المهمة الأولى بيقولك اسمها طريق الكباش المهمة الثانية موكب نقل الآثار الملكية المهمة الثالثة أهرامات الجيزة والمهمة الرابعة اللعب مع الأرقام والمهمة الخامسة أرقام وإحصائيات هنتناول مهمة مهمة من دول كده سنرابعة مع بعض أول حاجة معنا وهي طريق الكباش بيقولي هنا شاهد عمر وليلة احتفالية إعادة افتتاح طريق الكباش فقاموا بجمع معلومات عن هذا الطريق الذي يربط معبد القرنق شمالا بمعبد الأقصر جنوبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بيقولك هنا ساعد عمر وليلة في إنهاء المهمة التالية السؤال هنا بيقولك بلغ طول طريق الكباش 2700 متر عايز يعرف فيها كام كيلو متر وكام متر هي عندي هنا 2700 متر دي لو جيت قسمتها كده هتبقى عندك 2000 متر زائد 700 متر طيب هي الـ 2000 متر فيها كام كيلو متر من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة يا سنة ربعة عارفين إن أنا إيه بقسم طب حقسم على كام من متر الكيلو متر حقسم على ألف يبقى 2000 على ألف تديك إيه 2 كيلو متر طيب ومعي 700 متر يبقى أصبح هنا عندك الإجابة طول طريق الكباش 2 كيلو متر و700 متر السؤال الثاني مع بعض سنة ربعة بيقول هنا إذا كان عدد التمثيل التي تم العصور عليها 207 على شكل رأس أبو الهولي و250 على شكل كبش فإن إجمالي عدد التمثيل التي تم العصور عليها عايز هنا الإجمالي كلمة إجمالي يعني أنا هنا هعمل عملية جمع حجمع هنا عندي 807 زائد 250 تعال كده نجمع سنة ربعة مع بعض 250 زائد 807 أو 807 زائد 250 أنت عارف طبعا أن عملية الجمع عملية إبدالية طيب 0 زائد 7 تديني 7 5 زائد 0 تديني 5 2 زائد 8 تديني 10 يبقى هيصبح عندي هنا الناتج 1057 ومنساش كلمة تمثال التمييز بتاعي المطلوب الثالث عندك هنا بيقولك إذا كان قاعدة كل الكبش على شكل مستطيل طولها 370 سنتيمتر وعرضها 120 سنتيمتر فإن محيطها المحيط يعني طول الخط الخارج اللي بيحدد لك الشكل ده من من الخارج طيب أنت هنا عارف طبعا أن أنا عندي في المستطيل بيبقى عندي طولين وعندي عرضين يبقى إذا هنا حاجة أقول إيه إن المحيط بيساوي الطول زائد العرض لكل في 2 طيب والعرض كمتب كام 120 سنتيمتر يبقى حاجة مع الطول زائد العرض وبعدين أضرب في إيه في 2 370 زائد 120 هيديك النتج عندك هنا كام 490 طب 490 في 2 تعالك نضرب مع بعض 0 في 2 ب 0 2 في 9 ب 18 8 ومعايا الواحد 2 في 4 ب 8 و 1 يبقى أصبح عندي هنا النتج كام 980 ومنساش الواحدة بتاعة الطول هنا عندي سنتيمتر المطلوب الرابع بيقول لك إذا كان تكلفة ترميمة التماثيل بطريق الكباش تساوي 240 مليون جنيه فاكتب المبلغ أول حاجة عايزه بالصيغة الممتدة تاني حاجة عايزه بالصيغة القياسية طيب لو جينا كده بدأنا وشوفنا المتين واربعين مليون ده عايزة اكتبها بالصيغة القياسية يبقى أنا حافتح الخنات بتاعتي لحد بيت إيه المليون حاجة أفتح هنا أول بيت اللي هو بيت إيه الوحدات والتاني جنبه بيت الألوف والتالت بيت الملايين يعني حتلاقي نفسك فتحت كم خنات سنة ربعة 9 خنات حبدأ أسكن كل رقم في البيت بتاعه حتلاقي إن المتين واربعين دي كلها قعدة في خانة أو في بيت إيه الملايين يبقى أصبح هنا عندي متين واربعين طب وباقي الخناتة تمسحها قال لك لأ كده حتغير من كمية الرقم فبحط مكانها إيه أصفار يبقى أصبح عندي هنا الصيغة القياسية أهي زي ما مكتوبة قدامك كده متين واربعين وقدامها ست صفار اللي هي المتين واربعين مليون طب عايز أكتبها بالصيغة الممتدة حدق هنا أشوف اللي أربعة قعدة في خانة إيه هامين شاطر يقول لي برافو دي في عشرات الملايين بما إنها في عشرات الملايين تبقى أربعين مليون طيب أربعين مليون واللي اتنين هنا قعدة في مئات الملايين تبقى متين مليون يبقى دي أصبحت شكل الصيغة الممتدة معينا تاني مهمة معينا سنة ربعة اسمها موكب نقل الأثار الملكية بيقول لي هنا استطاعت مصر أن تبهر العالم بحدث هام يتعلق بالأثار المصرية القديمة حيث تم نقل أثار ملكية من المتحف المصري الواقع بميدان التحرير بوسط القاهرة إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات شرق القاهرة طيب إيه المطلوب منك هنا يا سنة ربعة هيبدأ يسألك شوية أسئلة بيقول لك أول حاجة أكمل ما يلي إذا كانت المسافة التي قطعها الموكب تساوي 7 كيلو متر فإن هذه المسافة بالأمطار تساوي طيب دلوقتي أنا عندي هنا المسافة بالكيلو مترات وعايزة أجيب المسافة بالمتر من كيلو متر لمتر أما أجي أحول حضرب في ألف يبقى هنا أصبح عندي سبعة أما أضربها في ألف حنزل التلت صفار وسبعة في واحد بسبعة هيصبح عندك النتج هنا كام سبعة تلاف متر المطلوب التاني هنا عندك سنة ربعة بيقول لك إذا كان أبعاد أحد أوجه صناديق نقل الأصار هي واحد متر وثلاث أمطار فإن محيط الصندوق عايزة أحسب المحيط ومديني الأبعاد اللي هما الطول والعرض طيب لسأ إليك من شوية علشان أجيب المحيط أيه قانون محيط المستطيل الطول زائد العرض الكل في اتنين طب الطول هنا عندي بكام بتلاتة والعرض عندي بكام بواحد اللي هي الأبعاد عندك تلاتة زائد واحد تلاتة زائد واحد تديني أربع أربع في اتنين تديني تمانية طب هنا حنكتب تمانية ايه الوحدة هنا عندي метر يبقى هنا الوحدة أصبحت عندي في المسألة هنا ايه تمانية متر المطلوب التالت بيقولك إذا كان عدد الذين شاهدوا الموكب عبر الأقمار الصناعية حوالي مليار وخمسمائة مليون وستة وخمسون ألف تاني هنا عندك الذين شاهدوا الموكب كام مليار يبقى البيت ده كده خلص وخمسمائة مليون ده كده البيت التاني خلص وستة وخمسون ألف عايزة اكتبها بالصيغة القياسية يبقى أنا هنا لما أجي أفتح الخنات بتاعتي هتلاقيك فتحت عندك هنا عشر خنات طيب حد أسكن كل رقم في الخينة بتاعته مليار يبقى حكت بواحد في أحد المليارات بعدين خمسمائة مليون يبقى حكت بخمسة في مئات الملايين كده البيت الملايين خلص يبقى هحط هنا صفر في عشرات الملايين وصفر في أحد الملايين وستة وخمسون ألف ستة يعني أعدى في خانة الأحاد يبقى حكت بستة في الأحاد وخمسون أعدى في خانة إيه عشرات الألوف طب مئات الألوف فاضية يبقى نحجزها بصفر طيب أول بيت اللي هو بيت الوحدات هنحجزه بإيه بثلاث أصفار يبقى أنت كده كده ابتهاله بالصيغة القياسية السؤال الرابع بيقولك إذا يتحرك الموكب من المتحف المصري في الساعة السامنة مساء طبعا هنا عندك 8 مكتوبة هي في الساعات والدقائق عندك إيه؟ مفيش دقائق طيب الموكب تحرك من المتحف المصري إلى المتحف القومي بيقولك هنا ومكس أربعون دقيقة في مصاره حتى النهاية فإن وقت وصول الموكب إلى المتحف القومي هو طبعا أنت بين عندك جدا أن المسألة دي مسألة إيه سنة ربعة؟ مسألة جمع حجمع أنا بدأت هنا أتحرك الساعة 8 مساء وأخدت في طريقي علشان أوصل أربعين دقيقة يبقى أنا كده حوصل الساعة كام؟ تعال كده نجمع طبعا هنا الدقيقة عندك أصفار طيب وهنا عندك أربعين دقيقة يبقى أنت هنا حتنزل في الدقيقة كام؟ الاربعين طب وهنا تمانية في الساعات وهنا مفيش حاجة طبعا في الساعات فحتبقى تمانية وأربعون إيه دقيقة مساء طيب تعال ننتقل للمهمة اللي بعد كده بيقولك أثناء زيارتك لأهرامات الجيزة وبالاستعانة بالمرشد السياحي قمت بتسجيل البيانات التالية أول حاجة بيقولك ارتفاع الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو مية تسعة واربعين متر عايزة أحسب ارتفاعه بالسنتيمتر عشان أحاول يا سنة ربع من متر لسنتيمتر بعمل إيه؟ من كبير من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بضرب طب حضرب في كام؟ قالك حنضرب في مية طيب يبقى أنا حمسك المية تسعة واربعين واضربها في إيه؟ في مية حنزل السفرين وبعد كده أكتب المية تسعة واربعين تعالوا كده نقرأ الرقم ده مع بعض أربعتاشر ألف وتسعمائة سنتيمتر السؤال اللي بعده بيقولك هنا تم حساب كتلة أربع أحجار بالكيلو جرامات وكانت كما يلي مديني كده كتلة أربع أحجار وهي سنة ربع زي ما هي موضحها كده أمامنا بالكيلو جرام عايزني أرتبها تصعوديا عشان أرتب تصعوديا أول حاجة سنة ربع ببدأ أعد أرقام كل عدد هو مدهولي فلو جينا كده نعد الأرقام هنا هتلاقيهم كام سبع أرقام هنا برضو سبع أرقام هنا سبع أرقام هنا سبع أرقام طيب حبدأ من جهة إيه اليسار هنا أكبر خينة عندك هي خينة أحد الملايين فيها تمانية وهنا تسعة هنا سبعة هنا تمانية طيب يبقى هنا أصغر حاجة عندي إيه سبعة مليون وخمسمائة أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ستة وثمانون دي أول رقم معي طيب أول عدد معي ده كده أول عدد معي طيب بعدين هنا أصبح عندي هنا تمانية مليون هنا تسعة مليون هنا تمانية مليون يبقى أصغر حاجة هنا عندي تمانية مليون بس أختار أنه عدد تمانية مليون وستمائة وخمسين ألف تلتمية ستة وثلاثين ولا تمانية مليون واتنين وتسعون ألفاً وخمسمائة واحد وستون لو جيت بسيط هنا هنا تمانية في أحد الملايين طيب الرقم ده هنا موجود كام؟ ستة هنا سفر يبقى إذن أنا حاختار الرقم ده يبقى هنا حاختار العدد ده تمانية مليون واثنين وتسعون ألفاً وخمسمائة واحد وستون طيب من اللي فاضل عندي؟ تمانية مليون وستمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون وأكبر حاجة عندك تسعة مليون ومائتين وثمانية ألفاً ومائة وإحدى عشر طيب أنا كده لتلو الترتيب ده إيه؟ ترتيب تصاعدي أهو أصغر رقم عندك أهو وآخر رقم ده اللي هو أكبر رقم عندي السؤال رقم سبعة بيقولك إذا كان أحد الأحجار يغطي قطعة مستطيلة من الأرض طولها 12 متر وعرضها 5 متر فإن مساحة تلك القطعة تساوي نقط متر مربع طيب هو مديني المعلومات هنا أن القطعة دي قطعة إيه مستطيلة ومديني أبعادها اللي هو طولها وعرضها أنت عارف معي سنة رابعة أن مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض المساحة برموزها بالرمز إيه اللي هي اختصار كلمة إرية يبقى الإيه بتساوي إل في دابليو الإل هنا عندي بـ 12 والدابليو عندي بـ 5 هنعوض هنا عن كل حاجة بكميتها هنا عندك الـ L بكام بـ 12 متر والدابليو هنا بكام بـ 5 يبقى هنا حضرب 12 في 5 تعالك نضرب مع بعض 2 في 5 بـ 10 صفره معي الـ 1 1 في 5 بـ 5 و 1 6 يبقى أصبح هنا عندي مساحة القطعة المستطيلة 60 متر مربع السؤال الثامن بيقولك إذا تناولت خلال رحلتك 5 سندويتشات في الغداء وكان سعر الواحدة 20 جنيه فإن تكلفة الوجبات تساوي نقاط جنيهن طيب تعالك كده بص معي لو أنت تناولت خلال رحلتك 5 سندويتشات سعر السندويتش الواحد منهم 20 جنيه يبقى سعرهم هم الخمسة بكام آه يا سنة ربعة دي عملية إيه برافو عملية ضرب يبقى أنا هنا هيخد العشرين واضربها في إيه؟ في خمسة عشرين في خمسة تعالك كده نبص هننزل الصفر و 2 في خمسة بعشرة يبقى أصبح عندي هنا تكلفة الوجبات تساوي 100 جنيهن تعالك كده ننتقل بعد كده سنة ربعة المهمة اللي بعد كده اسمها اللعب مع الأرقام بيقولي استخدم بطاقات الأرقام الآتية بديني أول بطاقة مكتوب عليها رقم واحد تمانية تسعة اتنين ستة خمسة أربعة طيب البطاقات دي هستخدمها في إيه؟ قالك أول حاجة عايزة خمس أعداد مختلفة كل منها مكون من سبع أرقام يبقى أنا حاجة في كل مرة أفتح سبع خنات بشرط إن أنا ما أكررش إيه رقم من الأرقام اللي هو مدهالي في البطاقات دي يعني بص معايا كده مثلا أول رقم حاجة هنا أفتح السبع خنات بتوعي وأبدأ أرص فيها الأرقام عندي هنا بأي ترتيب بشرط إن أنت ما تكررش إيه رقم لأنه قالك الأعداد تكون مختلفة عن بعض يعني هنا مثلا كتبت تمانية من اليسار كده تمانية تسعة واحد اتنين ستة خمسة أربعة يبقى هنا كتبت كم تمانية مليون وتسعمائة واثناشر واثنى عشرة ألفا يبقى هنا عندك سمانية ملايين وتسعمائة واثنى عشرة ألفا وستمائة وخمسة واربعة وخمسون طيب الرقم اللي بعد منه هنيجي برضو نرصها بكده إيه نفتح السبع خانات بتوعي وابدأ أرص فيها الأرقام دي بترتيب مختلف طبعا عن الترتيب الصابق يبقى أصبح هنا عندي إيه مليون ومائتان وستة واربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون طيب العدد اللي بعد منه اتنين مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفا وربعمائة وخمسة وستون العدد اللي بعد كده طبعا لو تلاحظ إن أنا كل مرة بغير في ترتيب الأرقام المكونة للعدد ده تعالا كده نقرأ سوا مع بعض العدد تسعة مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفا واربعمائة وواحد وعشرون العدد اللي بعده ستة مليون وخمسمائة وثمانية واربعون ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون المطلوب اللي بعده بيقول لي اكتب أكبر وأصغر عدد من الأرقام السابقة طيب العدد الأكبر أنا هنا طبعا عندي سبع بطاقات يعني أنا هفتح سبع خانيه هو عايز العدد الأكبر يعني أنا عايزة في خانة أحد الملايين أكبر عدد يبقى حكت بالتسعة بعدين التمانية بعدين الستة بعدين الخمسة بعدين الأربعة بعدين الاتنين بعدين الواحد يبقى أصبح عندي هنا تسعة مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفا واربعمائة وواحد وعشرون طيب العدد الأصغر يبقى أنا عايزة هنا في خانة أحد الملايين أصغر عدد أو أصغر قيمة عايزة أصغر رقم طيب يبقى حبدأ أرص كده عندي الأرقام واحد اتنين أربعة خمسة ستة تمانية تسعة يبقى أصبح هنا عندي مليون ومائتين وخمسة واربعون ألفا وستمائة وتسعة وسمانون تعالى للي بعد منه بيقول لك قرب أكبر عدد لأقرب مائة ألف العدد الأكبر هنا كان عندي تسعة مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفا واربعمائة وواحد وعشرون عايزة أقرب على الأقرب مائة ألف يعني أنا حاجة هنا أدور على خانة مئات الألوف حلاقي هنا عندي التمانية هي التي تقع في مئات الألوف حتبص المين حتبص للستة اللي قاعدة جنبها في عشرات الألوف الستة دي من الأرقام التي تعطي ولا لا تعطي ها إحنا قلنا خمسة أو ستة سبعة تمانية تسعة يعني خمسة فأكثر هتدينا إيه واحد يبقى الستة هنا هتزود التمانية واحد يبقى التمانية هنا هتبقى كام؟ هتبقى تسعة طبعاً التمانية هنا في خانة مئات الألوف هتبقى إيه تسعة يبقى أصبح هنا عندي العدد بتاعي تسعة مليون وتسعمائة ألف طيب قيمة أول رقم من اليسار في أكبر عدد تساوي العدد الأكبر أهو عايزة قيمة أول رقم من اليسار هو أول رقم من اليسار هنا عندي كام؟ التسعة طبعاً هنا أنا بجيب تقدير الرقم يبقى هنا التسعة مش هتبص للتمانية ولا حاجة اللي هي موجودة في مئات الألوف إحنا هنا عارفين إيه إن أنا حكتب التسعة واكتب قدامها إيه الستة سفار يبقى هنا تسعة مليون طيب عايزة الفرق بين أكبر وأصغر عددين طيب يبقى هنا عندك العدد الأكبر ناقص العدد الإيه الأصغر تعال كده اطرح معي سنة ربعة واحد ناقص تسعة ما تنفعش هنيجي نسترف من مين؟ من الاتنين الاتنين دي هتبقى واحد طب حداشر ناقص تسعة اتنين طيب هنا الاتنين دي بقت واحد طب واحد ناقص تمانية ما ينفعش ده أصبح حداشر والأربعة دي أصبحت تلاتة طب حداشر ناقص تمانية تلاتة طيب وهنا الاربعة بقت تلاتة طب تلاتة ناقص ستة مش هتنفع طب أصبحت دي إيه الخمسة أربعة والتلاتة هنا أصبحت تلاتاشر طب تلاتاشر ناقص ستة تديني سبعة طيب هنا أربعة ناقص خمسة مش هتنفع هنستلف من الستة الستة هتبقى خمسة وهنا الارباعة هتبقى اربعة اشر طب اربعة اشر ناقص خمسة تديني تسعة طيب وهنا خمسة ناقص اربعة تديني واحد وتمانية ناقص اتنين تديني ستة وتسعة ناقص واحد تديني تمانية يبقى اصبح هنا العدد عندك تمان تلاف وستمائة وتسعة طق عشر earthly وسبعمائة واثنان وثلاثون تعالى كده ننتقل بعد كده لأرقام وإحصائيات بيقول هنا تنفك الدولة المصرية على العديد من المشروعات في مجال الطرق لتيسير حركة المرور حيث أنفقت على إنشاء كباري وأنفاق الطريق الأوسطي بمنطقة حلوان مبلغ قدره 2.750.000 جنيه طيب المطلوب مني في المهمة دي سنة ربعة بيقول في دوق البيانات السابقة أكمل رقم واحد ضع العدد 2.750.000 بجدول القيمة المكانية جدول القيمة المكانية زي ما احنا عارفينه كده دلوقتي سنة ربعة قدامنا أول بيت عندك هنا بيت الوحدات وأي بيت بيكون مقصم عندك لأحاد وعشرات ومئات طيب تاني بيت ده بيت الألوف برضو مقصم لأحاد الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف تالت بيت ده بيت الملايين أحاد الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين وربع بيت بيت المليار حنكتفي هنا بخانة ايه أحاد المليارات طيب عايزة أحط كل رقم هنا في الجدور اللي عندنا ده الصفر هنا حبدأ اكتبه في خانة ايه الاحد الصفر هنا في خانة ايه العشرات الصفر اللي بعده في المئات طيب يبقى احنا كده خلصنا اول بيت اللي هو بيت الوحدات ننتقل لبيت الالوف الصفر قاعد في خانة ايه الاحد ده قمته المكانية قاعد في احد الالوف طب الخمسة عشرات الالوف السبعة مئات الالوف يبقى انا كده خلصت بيت الالوف طب ننتقل على بيت الملايين عندي هنا اتنين طيب الاتنين دي قعدة فين في احد الملايين يبقى انا كده حطيت كل عدد حطيت كل رقم في العدد ده في جدول ايه القيمة المكانية زي ما طلب مني رقم اتنين بيقولك الصيغة التحليلية للعدد اتنين مليون سبعمية وخمسين الف طيب عشان اجيب الصيغة التحليلية هنا هي الخمسة هنا قيمتها المكانية قعدة في خينة ايه عشرات الالوف طيب بما انها قعدة في خينة عشرات الالوف يبقى انا هنا هقول هفتح قوس كده اكتب الخمسة في عشر تلاف زائد السبعة قعدة في مئات الالوف يبقى هنا مئة الف في سبعة زائد الاتنين قيمتها المكانية قعدة في خينة ايه احد الملايين يبقى مليون في اتنين يبقى اصبح هنا عندي الصيغة التحليلية تانية سنة ربعة خمسة في عشر تلاف زائد سبعة في مئة مليون اصبح هنا عندي القيمة الصيغة التحليلية اصبح هنا عندي الصيغة التحليلية سنة ربعة عشر تلاف في خمسة سؤال اللي بعده سنة ربعة بيقولك الصيغة التحليلية للعدد اتنين مليون وسبعمية وخمسين الف هي حبدأ هنا كده سنة ربعة معايا اللي اتنين هنا قعدة في احد الملايين يبقى هنا هقول مليون في اتنين زائد سبعة قعدة في خينة ايه؟ مئات الالوف يبقى سبعة في مئة الف زائد الخمسة في خينة عشرات الالوف يبقى خمسة في عشر تلاف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا بيقولك اذا كان طول الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مئة كيلو متر فإن طوله بالانطار طيب من كيلو متر المتر من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بضرب طيب حضرب هنا في كامية سنة ربعة من كيلو متر المتر بضرب في الف يبقى مية في الف حيديني مئة الف متر يبقى هنا اصبح طول الطريق الدائري بكام مئة الف متر اخر سؤال هنا عندك بيقولك اذا كان طول الطريق الاقليمي يساوي ربعمية كيلو متر وطول الطريق الدائري مئة كيلو متر فإن طول الطريق الإقليمي يساوي نقط أضعاف الطريق الدائري الطريق الإقليمي 400 كم الطريق الدائري 100 كم يعني أنا هنا عشان أوصل طول الطريق الدائري لطول الطريق الإقليمي ده أنا عايزة أدو إيه؟ أربع مرات يعني عايزة أضرب المية دي في كام؟ فاربع يبقى أصبح طول الطريق الإقليمي أربع أضعاف الطريق الدائري يعني الطريق الاقليمي قد الطريق الدائري اربع مرات او اربع اضعاف وبكده سنة ربعا نكون انتهينا للنهاردة من توضيح بعض المهام الادائية في مادة الرياضيات وارجو ان تكونوا استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة